وصل معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق له إلى مملكة البحرين اليوم ليترأس وفد سلطنة عمان في اجتماع الدورة السابعة للجنة البحرينية العمانية المشتركة والتي ستعقد يوم غدا الأحد وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين في مسقط وسعادة السيد عبدالله بن راشد بن علي لمديلوي عميد السلك الدبلوماسي سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية